الرحمن الرحيم احنا كنا شوفنا في الفيديوهات اللي فاتت ان كان في عندنا فائد في الميزانية. اه مسلا ميزانية المرتبات الدكتور لقى ان هو معافلو زيادة. فجدت ان هو فكرة كده قال لك طب ما تيجي ندخل معنا دكتور ايه زيادة. اه خليني اوضح لك ليه? يعني بالراحة كده واحدة بحضة نفكر فيها بالراحة. انا عارف ان ممكن في ناس متحبش الحسابات الكتير. بس خلينا نفكر بالراحة. انا قلت لك ان المرتبات نص المشروع. انتو طالبيني اتنين مليون. نص المشروع انا اخيركم مليون في المرتبات. طيب انتو طلبت سبعمائة الف. طب بحلوة فيه تلتمائة الف زيادة. خلاص ما طلبتوهاش انتو كده سبعمائة. طيب. التلتمائة الف زيادة دول ينفع اشتري بهم اجهزة. بسط الاجهزة. لا ما ينفعش. ليه? لان انا طالب ان هو الا ان الاجهزة اخيرها ربعمائة الف جنيه. فما ينفعش خليهم سبعمائة الف. اعط تلتمية كمان مكان المرتبات. ما ينفعش انقل من بند البند. الفلوس ما ينفعش تتنقل هنا هو. طيب البند ده برضو له حد اقصى. السفر اخره ربعمائة الف. ما ينفعش ازود عليه تلتمائة الف اللي انتم مفرره من المرتبات. فخلاص. طيب هنا فيه ورش عمل ونشر. مستحيل تعمل ورش عمل ونشر تلتمائة الف جنيه. مستحيل تحطوهم في بند زي كده. رغب ان هو ملوش حد اقصى. بس صحب جدا. فما تدرش تحطوهم فيه. واسع قوي يعني. هنا الحاجات الاخرى برضو ليه حد اقصى. طيب انتوا هنا لو طلبتوا سبعمائة الف. وطلبتوا بقيت الحاجات دي. طب المجموع كله ما بقاش اتنين مليون. لازم ترجعوا تاني من الاول. تشوفوا المجموع بقى كام مسلا بقى مليون مسلا و مسلا وسبعمائة وخمسين الف. ترجعوا تشوفوا كام. وبعين ترجعوا تتأكدوا مرة تانية ان المرتبات ما عدتش الحد الاقصى. ترجعوا تشوفوا الرقم الاجمال اللي انتوا طالبينه وترجعوا تقسموه عن نص مرة تانية. وترجع تشوف العشرين في المية منه كام. وترجع تشوف العشرين في المية منه كام. وهكذا. ساعتها ما فاش تطلب اجهزة برمعمائة الف. جرب انت كده بنفسك واحسبها بيدك واحدة بواحدة. تتخيل كده ان انتوا عندكم طلبتوا مرتبات بنص مليون بس. ففيه نص مليون زيادة. جرب كده انت راجع مرة تانية. شوف كده. شوف كده نص مليون مرتبات وعايزين برمعمائة الف اجهزة وبعمائة الف سفر وبمئة الف هنا هوت وهنا مسلا هتحط مسلا ايه خمسين الف ولا حاجة. اجمعهم هتلاقيهم ما يكملوش الاتنين مليون. بقى المجموعة الجديدة بالنسبة لكم. المجموعة الجديدة لازم ترجع تتأكد مرة تانية ان اخرك نص بس بيكون مرتبات. وعشرين في المية منه بس يكون اجهزة. وعشرين في المية منه بس يكون سافر وهكذا. فحتلاقي الرقم الكبير ده لما يتغير يرجع يغير الدنيا دي كلها. فالمشرف يددائي جدا. يقول لك لا 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 بص. اه التلتمية الف اللي موفرين لهم دول احنا هنحط ناس زيادة يعملوا شغل زيادة. بس نكملهم مليون. انا مش هلغير مش هفضل غير المرتبات المنظر ده. ليه? لان انا عايز رمعمائة الف معي اجهزة. مضروري بالنسبة لي. فالتنين مليون دول خاصة مقفولة بالنسبة لي. لازم يخليهم اتنين مليون. خلاص? طيب. في جهات مانيحة تانية بتسمح يعني ممكن بالتغاضي او حاجة زي كده. بس ايه? ده صعب في الاول مبدئيا كده بيبقى هم لازم بيحطوا حد اقصى يعني في اغلب الحاجات. خصويا المرتبات. لان في ناس ممكن يخلي المشروع كله مرتبات. يقول لك احنا عندنا الاجهزة بس يدونا مرتبات. فتبقى واسعة عاوية. يعني. فلازم بيحطوا حدود اقصى. لكن لو لحد الاقصى لمرتبات مثلا زي كده ممكن بيسمحوا التحويل من بنود لبنود وحاجات زي كده. ليهم كسة يعني. لكن انا اظن ان الاغلب اغلب الناس بيعملوا كده. ليهم حد اقصى ولازم انت تتصرف معي. طيب. احنا اتفقنا ان المشرف لقى انه فيه مثلا ايه اربط تلتميت الف مرتبات زي هذا. فجي فكر قال لك بس ادي هداف المشروع هي قدام مننا. احنا اقول له هنحضر كربون ونوصفه هنحضر مواد نانو ونوصفها هنعمل خلايا شمسية. فكروا معنا كده يا جماعة ان ندخل دكاترة كوداد يعملوا معنا شغل اضافي. في مدرستين المدرسة الاولينية يقول لك احنا نشوف اللي نعرفه احسن ما نعرفوش. نشوف حد كده معنا يعمل حاجة. بقى مسلا يعرفوا دكتور مسلا بيعمل اي شغل مسلا اه يدخلوه معاهم. بيشتغل على النوع تاني من الخلايا الشمسية. يقولوا مش عارف على حاجة قريبة مسلا من الخلايا الشمسية برضو حاجة مسلا في مجال الضوئيات والتحويل مسلا للكهرابا لضوء وحاجات زي كده. يقولوا طب تعالى معنا. بس هنا في مشكلة. انت عندك مشروع مكتوب. المشروع ده له هدف. ان انت كنت عايز تنتج خلايا شمسية. اه ما ينفعش ادخل اي حد كده معي وخلاص. ما ينفعش ادخل انه مسلا بيعمل مثلا او حاجات مسلا بتطلع ضوء من كهراء بقى. هو مش 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 انتو سيحنا ان اعرفهم. فالمشرف عمره ما هيعمل كده. فالافكار اللي انت هتقترح عليه دي افكار وحشة. يعني مشرف حيبقاعد حيبقاعد منك جدا. ان هو بيقول لك اقترح علي افكار. اه عايزك تكون بتعرف ازاي تفكر وزاي تعرف تقترح افكار. فانا حاول اكلمك ازاي المشرف او ايه الافكار اللي مشرف عايزها. في حالة زي كده. في حالة زي كده انت محتاج ترجع مرة تانية زي ما قلتلك. ما بتقترحش من اللي عندك. شوف الجهة المنيحة عايزة من نوكو ايه. احنا اتفقنا ان الجهة المنيحة ايلالكم. ان احنا بنركز على الكربون والمواد النانومترية لحصاد الطاقة وده حولاتها. احنا عايزين نحصد الطاقة ونحول. انتو حصدتوا الطاقة الشمسية. انتو بتقولوا الشمس هنحولها الكهرباء. اعرف طريق ليكن انتو تقربوا من الحتة تي. تفضلوا جوا نفس البند ده. تفضلوا تحصدوا طاقة او تحولوها من حاجة لحاجة. انتو خلاص حصدتوا طاقة الطاقة الشمسية حولتوها الكهرباء. ممكن تحاولوا تعملوا حاجة قريبة من الموضوع ده هو. زي ايه? نوع تاني مسلا من الخلايا الشمسية. وان كان ده مش قوي اوي وما استحقش اوي. يعني مش هي اللي يعني. وصعب برضو النفس المادة انه تتحط في نوعين من الخلايا الشمسية متألي مش سهل يعني. طيب واحد يجي يقول لك ايه? يقول لك دكتور طب ما هو بنتعمل خلايا الشمسية وكربون وكده نحطها في البطاريات. ما هو الكهرباء اللي طالعة من الخلايا الشمسية دي نخزنها على بطاريات كبيرة تسمح بتخزين الكهرباء دي. دي فكرة حلوة. ليه? لان البطارية نوع من انواع تحويل الطاقة. ان احنا بنحول الطاقة الشمسية الكهرباء. والكهرباء نحولها الطاقة الكهروكيميائية او طاقة كيميائية جوه البطارية. فاحنا كل ده جوه نفس الاطار جوه نفس البند. فسهل ان اقنع به الجهة العلمية. فالفكرة ما جاتش عشان انتو تعرفوا دكتورة عبادة الرياض. لا. عشان انتو شايفين الجهة المناحة عايزة ايه. كان ممكن مسلا هنا فيه بند تاني اسمه كتاليسة للعوامل الحفازة. انا عندي المادة بتاعتي بستخدمها للخلايا الشمسية. ايه هلقى للعوامل الحفازة? واسعاوي يعني ممكن مسلا الدكتور يقول لك ايه? يقول لك نستخدم طاقة الضوء دي بدل ما هي خلايا شمسية بس. نستخدم الكهرباء اللي طالع دي عشان تنضج هيدروجين مسلا. فنعمل مسلا نعمل تكسير او فوتوالكترو. نكسر المية ونطلع منها هيدروجين مسلا باستخدام اشيعة الشمس زياد الكهرباء اللي طالع. دي برضو فكرة حلوة. لان انتو في نفس الاطار. ان انتو بيتم بتحولوا برضو التقم من حاجة الحاجة. دي كده فكرة حلوة. جات منين الفكرة? جات من ان انت بتراجع جهة من ايها عايزة. وصلت الموضوع. وهكذا. بيت الحاجات دي مش يعني مش قريبة لو انتم عارفينها. يعني انا بس مجرد ايه بنفكر معها بعد يعني فهي. فدي وقاية الفكرة. هنا انتم عارفتم ان احنا ممكن نخش في سكة الايه? البطاريات او سكة الفوتوالكترو. يقعد بقى الدكتور هو مسلا مشتغلتش في الحاجات دي قبل كده. يقعد بقى يسأل. يشوف بقى مسلا الدكتور معاه. يقول له يا دكتور ايه رأيوكم? يسأل ويجرب ويشوف يقول له له بص البطاريات اسهل. احنا نعرف زميلنا الدكتور فلاني الفلاني شاطر جدا فما عمل مش عارف ايه هنا جنب مننا. انما الفلوتوالكترو دي مقرفة. مفيش حد كتير بيشتغل فيها في مصر مسلا. وقصة طويلة والمواد ان انتم بتحضروها دي مش هتزبط. الكربون مش هيساعدهم وكده. لكن الكربون حلو قوي مع مع البطاريات. فخلينا نكمل في سكة البطاريات. فهو خلاص كده مشرف اخد ايه? قرار ان هو ايه? كمل كده اول. بص بق. هنرجع نمسك عنوان المشروع من بدري من الاول. كان عنوان المشروع هننتج مواد حسابات نظري وتحريات عملية عشان ننتج مواد كربون مع مواد نينو. علشان ننتج خلايا شمسية. دلوقتي المفروض نسميها خلايا شمسية وبطاريات. بس هتبقى بايخة في المشروع. بايخة ان انت هتكتب في الاسم للخلايا الشمسية وتخزين والبطاريات. اللي حقيقة عنوان المشروع مش هيبقى فاهم ايه علاقة خلال شمسية بالبطاريات. انتو فاهمين انتو عايزين الكهربا اللي طلعت تخزينوها في صورة اه مع البطارية عشان انتو نظريهم بتحلاموا انه في اين الايام الكهربا اللي طلعت دي تتخزن كما في البطاريات عشان الخلايا الشمسية دي تشتغل بالليل يعني كأنها تدي مثلا البيوت كهرباء بالليل الى حاجة زي كده. مش بطاريات مثلا موبايل ولا الكلام ده. انت هنا انت هنا مشروع لي utdare كبير. انت هدفك في الاسم انكتحول التاقة الشمسية الى كهرباء. والكهرباء اللي تتلعها دي تتحول لحاجة تانية. فنعايز بطاريات على مستوى كبير. لكن هو في المعمل لان هو المشروع كله هدفه اكاديمي. فهو في المعمل هيعمل اياسات بسيطة وصغيرة. بس الكتابة بتاعت المشروعات بتبين ان انتوا عايزين في يوم من الايام ان شاء الله بتحلمهم من يعني المشروعات لما ينجح يبقى المواد اللي تلعها دي تنفع في البطاريات الكبيرة. مش بطاريات الموبايل مثلا بس وخلاص يعني. لكن ايه هتنفع مع بطاريات الموبايل برضو اش هتقول لا يعني. طيب. اه ممكن نكتبها بشكل شيء كده نسميها ايه لحصاد لحصاد الطاقة الشمسية وتخزينها كاروكيميائيا. احنا ممكن نكتب مثلا ايه المواد كذا 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 لحصاد الطاقة الشمسية وتخزينها كاروكيميائيا. اه هتبقى مفهومة ان انتوا تقصدوا الخلايا الشمسية وتخزينها كاروكيميائيا. ممكن تسموها تحاول تفكر في الحتة دي بحيث ان انت تبين حتة البطاريات وحتة الخلايا الشمسية. تحاول تبينها زي ما انت عايز. ممكن تكتب على فكرة الخلايا الشمسية والبطاريات. ممكن تكتب. بس زي ما قلت لك ممكن القارئ ما يفهمش ايه لعلاقة ما بينه. لكن حاجة زي كده تحصاد الطاقة الشمسية وتخزينها وتخزين النات الكهرو كيميائيا معقولة شوية. الى حد ما ايه. خلاص? هنا الغاية المشروع هتتغير. انتوا قلتوا عاينات معملية من خلايا الشمسية اللي هي ك كفاءة عالية. لا انتوا كمان دلوقتي عايزين تنتجوا عينات من بطاريات تخزينها عالي من الكهرباء. عايزين تنتجوا يعني مواد في يوم القامل ما حطتها جوه بطارية تنفع ان شاء الله وتخزين كمية كهرباء كبيرة. هترجعوا تزودوا هدف في نهوت. او مجموعة اهداف. ان انتوا هترجعوا تكتبوا مسلا ايه? خلي بالك ان احنا اتفقنا ان احنا الاهداف بنحطها بفيرب. او بفعل. فانا هبتدي استخدم اختبار. اختبار كفاءة تخزين المواد الن النانومترية للطاقة الكهربية. قدي ايه المادة النانو بتشيل الكهرباء جواه منها? ايه اللي هيطلع لي لما انحقق الهدف ده? هيطلع لي داتا. هيطلع لي معلومات عن الساعة تخزينين المواد النانومترية. هتطر رفتح هنا صندوق ازرق جديد. مع دكتور جديد بتاع البطاريات بقى ده دكتور البطاريات. الدكتور ده هروح اشوفه وعايز مني ايه? هيقول لي مثلا انا عايزك تشتري لنا كمواد قد كده. وعايز معي اتنين طلبة هيساعدوني في قد كده. وعايزك تعمل معي مش عارفية قد كده. فعنشوف الدكتور ده عايز ايه جوه الصندوق الازرق بتاعه. وبعدين. هنقول له يا دكتور احنا حاليتك هتطلع لنا طبعا ايه? شوية داتا اللي هي كزا كزا هو خلاص هو عارف. فانت ايه مش غيرش بالك هو هو فهم هدف الهدف بتاعه. وهو ايه بيقول لك اللي هو محتاجه. وهذا كده هو بقى عارف وهيطلع لكم ايه. هتطلع لكم شوية داتا او معلومات عن شغل البطاريات. طيب. جوه الصند ايه اللي مش عارف عاملة ايه. فهتير حجيب لنا مش عارف ايه. وهنقعد مسلا فترة قد كده. وبعدين الخطوة التانية دي هتطلع فترة قد كده. والخطوة التالت هتطلع فترة قد كده. فالدكتور ده حيبان دوره جوه الجان تيت شارت. بعد كده هترجع برضو تزاوده في المرتبات. انتو اصلا بتعملوا كل ده عشان تزاوده في المرتبات. فحترجع تحطه هنا مسلا كدكتورة هوت. هتزاود له خانة وتحط المرتب بتاعه. هو قال لك انا عايز مع ايه تغلب مسلا كمان فهتزاود له الطالب بتاعه وتحط له الايه المرتب بتاعه. وهكذا على امل ان انتو ايه تزبطوا الفائل بتاع الميزانية. طيب. حطيته كلام ده كله ولسه في فلوس زيادة في المرتبات. الدكتور هيرجع يعمل كده مرة تانية. ممكن يدخل دكتور جديد معاه او يزود شوية. يقول لك بص الدكتور اللي كان قاعد معنا مسلا لستة الشهور ده نقعده تمانية ونزود له الفترة بتاعته شوية. اللي مش عارف كان بيعمل ايه نزود له حبة شوية. كده. يا ايما يشوف هتف جديد يا ايما يزود للناس اللي موجودين معاه. المهم ان هو عايز يحافظ على موضوع المليون ده. عايز ياخد المليون كلهم. لان زي ما قلت لكم مش عايز يرجع ايه يخسرهم كتير. لا مسلا المرتبات وصلت معي مسلا من تسعمائة وتسعمائة وخمسين الف حلو معقول. الخمسين الف زيادة دول مش هتهز موضوع المليون ده كتير. مش قضية. لكن ما يبقاش هو مسلا يعني يقدر يشتغل لغاية مليون ويخليه مسلا سبعمائة الف. هتغير له الدنيا خالص زي ما تب بقنا في الايد في الحتة اللي فوق. بس اللي هي الجزئية دي. بس وانت برضو انا انصحك ان انت تراجعها بنفسك مرة تانية كده ايه وانت تردش مواضع في الفيديو لو انت لك اعتراض يعني او حاجة. آآ عايزك تراجع تاني الارقام دي مرة تانية وتتخيل زي ما قلت لك تخيل ان هم طلبوا مرتبة بنصف مليون بس. راجع كده وطلبوا لحد الاقصى نقط في كل حاجة. شوف كده المبلغ ده هيتغير ازاي? ومجموعه هيبقى كام? وبالتالي الاتنين مليون اللي جاي احنا كده خلصنا الميزانية المرتبات. وفهمنا ان لو عندي فوقت في المرتبات حتى ادخل ايه دكتور جديد معي مسلا او كده. نخش بقى عن ميزانية الاجهزة بإذن لا فيديو اللي جاي. شكرا.